قال المتحدث باسم المعارضة التركية في تصريحات تلفزيونية الآن خارجة السعودية وضعت لمقاطعة المنتجات التركية فشاركت الجزائر ودول شمال إفريقيا التي تربطنا بهم علاقات تاريخية في هذه المقاطعة لكن تحالف القصر لا يوجد عنده مشكلة في هذه المقاطعة سياستنا الخارجية لا تنفذ من قبل سياسيين أكفأ يرعون مصالح الشعب بل يتم تحديد وتنفيذ سياستنا الخارجية من قبل الإخوان المسلمين في القصر إذن ماذا يحدث نتيجة لهذه السياسة؟ لم يتبقى لبلدنا صديق واحد في هذه المنطقة هذه الحكومة حكومة القصر نجحت في توحيد دول المنطقة التي حولنا لتصبح ضدنا نعم هذا ما فعلته الحكومة وأصبحت بلادنا معزولة الآن خرجت السعودية ودعت لمقاطعة المنتجات التركية يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه أحد أعضاء مجلس النواب التركي أن أردبان شيطان وأخائن عظم الشرف والكرمة يرفض أجنيدة أمريكا لتقسيم دول المنطقة عن طريق تغذية بؤر الصراعات والاستمرار اقتتال المسلمين في الشرق الأوسط كما قالت دعيمة حزب الجيدة ميرال أكشنر إذا عاد هتلر إلى الحياة ونظر إلى ما يحدث في تركيا سيندم أنه بجبروته لم يستطع أن يفعل ما فعله أردبان هذا في الوقت الذي توالت فيه رسائل والكتاب والمغردين السعوديين الكبار والبارزين على مستوى تويتر تأييدا للمقاطعة السعودية فقال منذر للشيخ مباركة يوما بعد يوم يرسل السعودي رسائل واضحة بأن الوطن وولاته حط أحمر ويوما بعد يوم يثبت للعالم أن تركيا نمر من وراء تغريدة تسقط عملتها وريتويت يبكي أردوغان ومقاطعة شعبية تظهر حجم اقتصادها فيما قال سلمان الدوسري لله ذركم من شعب لم تتدخل الدولة ولا أجهزتها الرسمية ولا أصدرت قرارات وحده شعب طويق أرعب الخصوم وهز الدول فيما قال فرحان بن حمود الجليل ونحن نرى المقاطعة الشعبية تهز تركيا نذكر البعض الذين قد تغلب عليهم العاطفة أو يغيبون بالعواطفة التي ترى مئات الألوف وملايين العرب بين مشرد وجريح وقتيل من العراق والشم حتى ليبيا واليمن بسبب دعم أردوغان لتركيا والإخوان وإيران الملالي ونذكرهم بالتهديد التركي الفوقي أدنى فيما قال داجوار إبراهيم عملي هذا المساء عن لقد أثبت الشعب الصعودي العظيم للعالم بأنه يعشق وطنه ويكونون يد الوحيدة ملوكا وشعبا ضد أي تعالد على بلاده هذه هي الوطنية بامتيازة ومني أنا كرصام كاريكاتور كوردي أحبكم لله ودع ربي أن يضم عليكم هذا التكتف لحرصكم على المملكة العظمى أهدي لكم هذا الكاريكاتور ورد منذر للشيخ على تصريح رئيس مجلس المصدرين للترك إسماعيل غولا السعودية سوق المهم لصادرتنا في قطاع الأحجار الطبيعية ومقاطعة المنتجات التركية في السعودية من بين أهم العوامل المؤثرة في عملنا هذا العام ورد علي منذر بالقول رئيس مجلس المصدرين للتركيا يتألم وفي ذلك ردنا على طابوري أردوغ أن الذي قال لن تؤثر الحمد الشعبي لمقاطعة تركيا لإقتصاد تركيا وإن أوكرانيا وغيرها سيسدون الهوى أيهم ولكنني أستمتع بحالة الإذلال هذا ليعرف كل حجمه وبأن من دعم تركيا قادر على إرجاعها لحجمها الصغيرة علق صعوديون بكل قوة على تصريح وزير داخلية حكومة أردوغان سليمان صويلو والذي أكد فيها أن تركيا تمثل مكة وتمثل المدينة المنورة وقال سليمان صويلو نحن لا نمثل تركيا فقط وإنما نحن نمثل الشام ونحن نمثل حلب ونحن نمثل كاركوك ونحن نمثل القدس ونحن نمثل فلسطين ونحن نمثل المدينة المنورة ونحن نمثل مكة نحن أبناء حضارة عظيمة بعد هذا التصريح الناري من وزير داخلية أردوغان أعلن الصعوديون وعبروا عن غضبهم على تويتر معلقين على هذا الفيديو وعلق شؤون تركيا على تويتر بالقول هذا الكلام لوزير داخلية أردوغان يكفي لمقاطعة كل تركيا وكل ما هو تركي يقول سليمان صويلو نحن نمثل مكة والمدينة وعلق أحمد الشمري غاضبا وقائلا تمنيت الملك عبد العزيز رحمه الله يوم طردكم من الجزيرة أنغزاكم وضم أراضيكم للمملكة